دلوقتي مشاهديننا نروح لموجز الأهم الأخبار معالمية الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد بكتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال كلمة له دع رئيس السيسي أن يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره كما دع رئيس السيسي الشعب المصري لأن يتحلى بروح الوحدة والوطنية وأن لا يستمع لمن هم في غير موضع المسئولية وأضف رئيس السيسي أنه يتابع قلق الشعب المصري وخوفه مؤكدا حرص الدولة على تخطي تأثيرات الأزمة التي يشهدها العالم وجاء رئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال رئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن تلك المناسبة العطرة تجمعون على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحدى أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية ودع الرئيس السيسي في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان هنأت السيد انتصار السيسي قارنة رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقالت السيد انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كل عام والشعب المصري بخير وسلام وأمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد ودائما معا على أرض المحبة تلقى القيمة العظمى في رسالة سيد المسيح عليه السلام فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكية وجاء فوز مكارثي في الجولة الخامسة عشر من التصويت بفارق مائتين وستة عشر صوطا مقابل مائتين وأحد عشر صوطا وأنهى فوز مكارثي الأزمة التي لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ مائة وستين عاما في الهيئة التشريعية الأمريكية بعد فشل التصويت في أربعة عشر جولة هذا وقد هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مكارثي بفوزه برئاسة النواب معربا عن استعداده للتعاون مع الجمهوريين أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية أمريكية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من العملية العسكرية الروسية وأوضح بلينكين أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع ونقلات جنود مدرعة وصواريخ أرض جو وذخيرة ومواد أخرى لدعمها من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبيير أن الحزمة استخدمت أكبر حصة من سلطة السحب الرئاسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وستسمح هذه السلطة للولايات المتحدة بنقل مواد دفاعية مثل عربات هامفي وشاحنات وذخائر من المخزونات بسرعة دون موافقة الكونغريس استجابة لحالة طريقة أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الممارسات التي ينفذها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلية والخارجية معتبرا أنها جريمة لا علاقة لها بحرية الفكر أو التعبير على حد قوله جاء ذلك خلال استقباله وزيري العدل والداخلية هذا وقالت الرئاسة التونسية أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد وتطبيق القانون قالت الرئاسة في مالي أن الحكومة الانتقالية أصدرت عفوا عن 49 جنديا من كوتيفوار تم اعتقالهم في يوليو الماضي واتهامهم بالتآمر ضد حكومة مالي وقال متحدث باسم الحكومة في مالي أن الرئيس الانتقالي أسمي كويتا أصدر عفوا وألغى بالكامل الأحكام الصادرة ضد 49 جنديا من كوتيفوار مشيرا إلى أن هذه البادرة تظهر التزام الرئيس الانتقالي بالسلام والحوار والوحدة الإفريقية أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الصين سجلت ثلاث وفيات جديدة بفيروس كرونا مقارنة مع خمس وفيات في اليوم السابق وقال المركز إن الحصيلة الرسمية لعدد حالات الوفاة جراء الفيروس ارتفعت إلى 5267 وفاة وتسعى الصين لتقليل احتمالية حدوث تفشي جديد واسع النطاق لكرونا خلال ذروة موسم السفر لقضاء عطلة العام القمري الصيني الجديد هذا الشهر بعد انتهاء معظم تدبير احتواء الجائحة مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال بقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل